الحزم خاصة في قلة دعم درجة الأولى دورية يعني لا راعي لا أي شي يعني والحمد لله المكرم بإذن الله أنها بتكون إن شاء الله تعود بالنفع للشباب بوطن بإذن الله يزيد خينا نتحدث عن مجرية الشوطة الأول الشوطة الأول كان المنتخب الحزم يعني بغد تقريبا خينا نقول بداية ربع ساعة وثلث ساعة كانت مباراة حادية ما بين الفريقين أحرز الحزم الحدف الأول تقدم في الشوطة الأول نقدر نقول مستوى مطمئن في الشوطة الأول الحمد لله طبيعي بداية مباراة يكون في حذر بين الفريقين المدرب الحزم يشوف مكامن القوة والضعف في فريق الجيل الحمد لله بعد أول ربع ساعة قدر يشوف مكامن الضعف مهاجم مرتد المهاجم من أحمد الزعاق وجاب هدف بإذن الله شوطة ثانية يتعدى الوضع إن شاء الله ونجيب أكثر من هدف إن شاء الله يزيد الفرق بين فريق الجيل وأيضا فريق الحزم والوطني يتفارقون تقريبا بثلاث نقاط أو نقطتين ما بين المركز السادس والمركز الثامن يعني تعتبر هذه المباراة مهمة جدا للحزم للتقدم بالمراكز والحفاظ على المراكز المتقدمة نحن بالله يعني أهمنا الصعود وطبعا درجة الأولى ما يفرق كثير من يعني صاحب الثامن عن الرابع عن الثالثين وبصراحة أي مبارتين ثلاث مباريات تفرق معك كثير بالدوري وبإذن الله إن شاء الله هنا بالحق الفوز وهذه انطلاقة بإذن الله إن شاء الله نقدر نقول فيه أمل الحزم أنه يتصدر والله كي شي جائز بإذن الله يعني حنا نتمنى أن نتجه ثاني تخدمنا وبإذن الله كي شي جائز بالنسبة لخط الدفاع خط الدفاع توسألت الأستاذ عبدالله المقحم خط الدفاع يعتبر خط الدفاع فريق الحزم ضعيف قليلا بالنسبة الأهداف الذي دخلت على فريق الحزم تقريبا 28 هدف أو 29 هدف يعني يتعتبر أهداف كثيرة بالنسبة لهذه الجولة أو للوصول لهذه الجولة طبيعي دور درجة الأولى يحتاج منك أكثر من لعب في أكثر من خانة الدفاع عانينا من الإقاف من الإصابات ويعني في عندنا مدافع جديد هشام بإذن الله أنه يكون دعام الفريق وبإذن الله أنه يتعدى الواضح من شاء الله بإذن الله نقول لك يزيد العويد وشي نقول لك ألف مبروك على المكامة مرة ثانية ونقول لك إن شاء الله تستمر النتيجة زي هذه توقف الشرط ثاني قبل أختم معك الله أعطيك العافية والله يدي معني نعمة الأمن والأمان والله يطوب عمره ملك سلمان توقع أن الشرط الثاني رح تستمر النتيجة واحد صفر ولا رح تزود الهداف بنزيد الغلة بإذن الله إن شاء الله شكرا لك أعطيك العافية إذن هذا كان حديث الأستاذ يزيد العويد مدير مركز الإعلامي بنادي الحزم